السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم كيف هي المشكلة عنك؟ أخي المشكلة التي لديها أنا لدي أربعة ديال الوليدات والوليد الكبير مريض كي يأكل الدواء عنده مرض نفسي وما عنديش سكونة ولداتي ملاقيين ما يأكلوا حالة مهمة حالة ليلة هي الله محمد رسول الله وصافي ما كان منس منكم ما عنديش دركة سكونة ما كان في نسكون ما كانش في نستقران اولادة ما ما الرجل شخميتك؟ هذه عامين مليسمح فيها ما كان ينفق على أولادهم ما كان يعطينهم حتى في محكا ما كانوا يقولوا لي ما عندوش ما عندنا ما نديرولك والولد الصغير ما عندوش تلح ليبوليكوش ما تلح ليباش اللي رضعوه ما كانش ما وذلش سول على أولادات ما كيسولش ما أنتعرفها طرح؟ ما عارفت أخوية ما عارفت شي حاجة علي ما نمزي خروج مع أخوية؟ نعم كانت أطلب أخوية كانت أطلبها أخوية كانت الأطلبة لأنها تلح ليبوليكوش كلهم ما تلح ليبوليكوش لا مطلق ما تلح ليبوليكوش كل شيء محتاجاته وكل شيء تحجمه مغفره هذه البزاوز هدونا تحجمه كل شيء خاصني السكنة الماكلة على الدول والذي كبير مرأة الفراش معلناش الفراش ما نفرشون تغطونه ما كهنش كسبها كل شيء كل شيء أي حاجة الصغير هذا عام ونص و اللي موراها تلت سنين وخمس سنين والكبير عنده 19 عام مراد هو اللي مرادة عنده مرادة نفسي في سبعة طردية الرازي كيف حاولي عنده؟ هو كي ينفني كي ينفخوزه في الدار كي يضربه هو مراد الله يحسن عوانه نيلة هيا الله صافي ضرب لي الولد الكبير اللي عنده خمس سنين كانت عنده عامين ضربوا لي هنا في العنق هنا بلالا ستادي الغرز الغراز كي ينفخوزه في الدواء لا يكون مزيان لكن الدواء ضروري ثلاثة المرات في النهار يعني أنا حالة كي ما نقوله ماديين ومعنوين ماديين ومعنوين نحن الخروج بلالبزاوز مياكله واشنشري لهوا الدواء واشنحضي الدراري منه واش كرياف حليب لإيكوش بزافة أخم ماي حك نفسك؟ سبعمائت درهم غاي بيت غاي بيت ومعنوين توقف صافة كيف تلقي البيت ؟ كل شيء موجود في تجربة المساعدة كيف تلقي المساعدة ؟ أعطي المساعدة لا تلقي المساعدة لا تلقي المساعدة لا تلقي المساعدة كل واحد مدى سوى سوى انه سوى كان يصادف وعندها اختيار كنينة طيب كان يلقي المساعدة اما الشيء اخر كنت اتركه انا و يقولك بشيء لا يوجد لديه ذاته انا كل شخص يتعلق فهو اي حاجة و يتحكي لي اتركه اي حاجة احنا كان طلبه و يقول له كل شخص اخي كل شخص اخي فوقت لك في اي حاجة لا يتخلق اي حاجة اي حاجة و يتخلق و يتخلق ذاته اي حاجة اخي كان طلب من المحسنين الله يرحمي الوالدين بعدها الساكن الساكن بعدها هو الاساسي اللي غادي نتشردنا وهذا البزاوز هادو هو اللي عندي في الصعوبة بزاف كي يبغيوش يكريولي اكترية كي يقولك ما عنديك شراج اللي عنديك لبز بزاف كي يخافو من الخلاص هاد الشي اللي كان الشي اللي كانت م achievingهم لا رحم الوالدين اللي قدرتوا تعاونوني مش يبقى مهم شي حاجة الله يرحم الوالدين ما كرهتش والله